اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم في دعم العمل العربي المشترك تعد خارطة طريق للتعاون والامن والسلام والتنمية ومستقبل المنطقة والاجيال القادمة واشاد معالي بنتائج اجتماع جلالة الملك المعظم مع اخيه جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وجلسة المباحثات الرسمية مع اخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مشيرا الى ان النهجة الملكية السامي يؤكد حرص جلالة الملك المعظم على دعم التعاون الثنائي وتعزيز العمل العربي المشترك انطلاقا من الدور المحوري لمملكة البحرين في دعم تحقيق التطلعات المنشودة لدول وشعوب المنطقة واضاف معالي بان الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك المعظم ومن خلال التنسيق والتشاور مع قادة الدول العربية الشقيقة تضع مرتكزات نجاح القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل